اتسربت صور ندرة من طفولة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن مع والدته الأميرة مونة الحسين في طفولته وظهرت في الصور الأميرة مونة الحسين وهي بتحمل طفلها وكمان ظهر في بعض الصور الملك الراحل الحسين بن طلال في شبابه تعالوا أقول لكم سبب ظهور الصور دي وهتشوفوا وسامة الملك عبدالله من صغره اللي ورسها عن والدته تابعونا للنهاية يعتبر الملك عبدالله الثاني بن الحسين الهاشمي المولود في سنة 1962 هو الابن الأكبر للأميرة مونة الحسين وهو ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سنة 1999 وتولى الحكم خلفاً لولده الملك الحسين بن طلال بعد وفاته وتنصب ملك في نفس السنة يمعيد الجلوس الملكي تولى الملك الحسين ولاية العهد في مدتين مختلفتين الأولى سنة 1965 والتانية سنة 1999 الملك عبدالله كان بيحظى باهتمام ورعاية كبيرة من الملك الحسين بن طلال وكان دايماً حريص على التقاط الصور ليه في كل مراحل عمره مع والدته الأميرة مونة الحسين بس الصور دي استمرت في القصر الملكي وما خرجتش للنور وتسربت الصور بعد سنين طويلة وظهرت الأميرة مونة الحسين وهي بتحمل ابنها عبدالله بن الحسين في طفولته وبعدها تصوره سوا في معظم مراحل سبا وشبابه الأميرة مونة الحسين هي الزوجة التانية الملك الأردن الراحل الحسين بن طلال وولدة ملك الأردن الحالي عبدالله الثاني بن الحسين حصلت الأميرة مونة على لقبها الملكي أميرة بعد زواجها من الملك الحسين بن طلال واحتفظت بهذا اللقب حتى بعد الانفصال سنة 1971 إثمان حقيقي أنتوانيد غاردنر اتولدت سنة 1941 في إنجلترا ووالدها كان ضابط بريطاني اسمه والتر بيرسي غاردنر وخدم في بحثة التدريب البريطاني في الأردن ولما انتهت مدة تدريب والدها فضل موجود في الأردن بطلب من السفارة البريطانية لحل بعض المشاكل اللي كانت الأردن بتوجهها في الوقت ده زي جفاف المياه وفاسناء تصوير الفيلم الإنجليزي لورانس العرب بطولة الفنان عمر الشريف اللي كان بيتصور في الأردن كانت موجودة أنتوانيد اللي كانت شغالة مساعدة سكرتاريا في سلسلة أفلام لورانس العرب والملك الحسين كان مهتم بالموضوع جدا وسمح لبعض قواته المسلحة بالعمل في الفيلم كممثلين إضافيين كمان كان الملك الحسين بيزور موقع التصوير من وقت للتاني علشان يتابع الإنتاج شاف أنتوانيد صدفة وخطفت قلبه من أول نظرة بفضل جمالها وتعرف عليها ونشأت بينهم قصة حب وطلب يتجوزها وكمان والدها بقى مستشار عسكري في الأردن من الحاجات المشتركة بينهم هي رياضة السيارات وقدر الملك الحسين يعلمها لحد لما بقت بتشارك في مسابقات السيارات للسيدات وتجوز الملك الحسين من أنتوانيد سنة 1961 واحتفلوا بزفافهم بجولة في المملكة على سيارة مارسيدس بينز 220 كابرولي وتعتبر من المقتنيات الفخمة اللي احتفظوا بيها ضمن مقتنيات متحف السيارات الملكي الأردني اللي بيدم أهم السيارات الندرة في رحلة العائلة الهاشمية وأنجبوا أربع أطفال هما الأمير عبدالله فيصل التوأم عائشة وزين وبالرغم من أنها استمرت بديانتها المسيحية أطلق عليها لقب مونة الحسين يوم ولادة ابنها البكرة عبدالله ومن الحاجات الغريبة واللي ما كانش ليها أي تفسير إن مونة الحسين ما حصلتش على لقب الملكة باعتبرها زوجة الملك زي باقي زوجاته وانفصل عنها سنة 1971 يعني بعد زواج استمر عشر سنين وسمح لها بالاحتفاظ بلقبها الملكي الأميرة مونة بعد وفاة الملك الحسين خرجت بعض التقارير الصحفية اللي اتكلمت لأول مرة عن سبب عدم منحها لقب ملكة وهو إنها ما اعتنقتش الديانة الإسلامية بالرغم من محاولات الملك معاها أكتر من مرة أما لقب أميرة اللي فضلت محتفظة به بعد انفصلها عن الملك فدا تكريما وتشريفا لأبنائها الأمراء بعد تولي ابنها الملك عبدالله حكم الأردن زاد نشاطها في مجال الرعاية الصحية وحاليا هي رئيسة مجلس التمريد الأردني بنتمنى دوام الصحة للأميرة مونة الحسين والدة الملك عبدالله الحسين